بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع اللي ابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مدير العموم هنحل إن شاء الله الاختبار الرابع من اختبارات سلاح التلميذ النهائية بتمنى عمل سبسكرايب او اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال رقم واحد والسؤال الأول طع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية رقم واحد تتميز الأخاديد بالعمق الكبير والجدران شديدة الانحضار طبعا هذه دي معلومة جميلة خالصة عن الأخدود وهذه عبارها ايه صحيحة لأن الأخاديد فعلا بتتميز بالعمق والجدران الشديدة الانحضار يعني بنلاقي إن الجدار ممكن يكون زاوية قائمة تسعين درجة انحضار يعني رقم اثنين يعتبر الفحم النباتي وقودا حيويا الفحم النباتي وقودا ايه حيويا دينامي يعتبر النفط وقودا حفريا طبعا هذه العبارة ايه صحيحة لأن فعلا الفحم النباتي ده وقود حيوي لأن احنا بناخد بناخد الخشب من الأشجار وبالتالي بنعمله ايه فحم نباتي وطبعا النفط يعتبر وقود ايه وقود حفري رقم ثلاثة الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفد مع استخدامنا لها يعني لا تنتهي كل ما نستخدمها لا تنتهي زي مثلا طاقة الشمسية او طاقة الرياح او المياه او مثلا النباتات بنعتبرها من ضمن ايه المواردة المتجددة احنا بنقول الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفد يعني لا تنتهي اقول العبارة ايه العبارة صحيحة سعر رقم اربعة يجب ترشيد استهلاك الماء اه فعلا المفروض احنا نرشد استهلاك الماء لانه مصدر طاقة غير متجدد نحط دائرة على ايه على كلمة غير اقول له لا العبارة بقولها غلط ليه غلط لان الماء مورد متجدد لكن هو كاتب لي هنا ايه غير متجدد ننتقل الى السعر رقم ب تستخدم عربات استكشاف المريخ الالواح الشمسية عربات استكشاف المريخ بيستخدموا الالواح الشمسية ليه عشان يحصل على الطاقة عشان تشتغل هناك لان طبعا مسافة تبيرة خالص بين مين ما بين المريخ وضح السبب عايزين نعرف ايه السبب في ان هما بيستخدموا الالواح الشمسية لان الشمس هي المصدر الوحيد في الفضاء والالواح الشمسية تقوم بتحويل الطاقة الشمسية الى ايه إلى كهرباء يبقى نقول تاني لأن الشمس طبعا هي المصدر الوحيد اللي موجود في الفضاء والألواح الشمسية هي اللي بتقوم بتحويل الطاقة الشمسية من الشمس إلى إيه؟ إلى كهرباء في عربات استكشاف المريخ كريو سيتي ننتقل السؤال رقم اثنين اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد تقوم نقط بتحويل طاقة الحركة إلى طاقة كهربية يعني من حركة إلى كهرباء عن طريق تحريك شفرتها طبعا أقول له إيه؟ أقول له التوربينات الهوائية أو طوحين إيه؟ طوحين الهواء هي التي تقوم مثلا بتحويل الطاقة الحركة من خلال الرياح إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية رقم اثنين يعتبر إزابة المياه للمعادن المكونة للسخور سببا أو سبب تكون معادن جديدة طبعا أقول له إيه؟ تجوية إيه؟ تجوية كيميائية يبقى إيه؟ إزابة المياه للمعادن تعتبر من ضمن اللي هي التجوية إيه؟ الكيميائية رقم تلاتة يتكون الفحم في الأصل من؟ كأنات بحرية ولا بقايا نباتات جافة ولا بقايا دينصرات ولا بقايا أشياء غير حية طبعا أقول له إيه؟ بقايا نباتات جافة ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفحم رقم أربعة تعمل معظم محطات الطاقة لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح الوقود الحيوي الوقود الحفري الطاقة الشمسية طبعا إحنا عارفين أن الوقود الحفري زي البترول أو النفط والغاز الطبيعي وإيه؟ والفحم يبقى إذا نقول له معظم المحطات بتعمل بالوقود الحفري رقم بقايا تتولد الطاقة الكهربية من المياه في الصورة المقابلة طبعا دي دي اسمه إيه دوات؟ ما اسم البناء الذي ساعد على استفادة من طبط المياه في توليد الكهرباء؟ طبعا ده اسمه إيه؟ السد زي السد العالي كده ننتقل إسراء الرقم 3 أكمل سلاسل صور الطاقة التي تحدث في الأجهزة التالية ده المنطقة دي كده دي اسمها المدخلات ودي اسمها المخرجات تمام كده؟ يعني عندي مثلا المروحة الكهربية مدخلاتها الطاقة الكهربية صح كده؟ طب المروحة بتطلع لي إيه؟ طبعا المخرجات طاقة حركية أزرع أو شفارات المروحة بتعمل إيه؟ بتلفوا بتديني إيه؟ بتدينيها هوا رقم 2 المصباح اليدوي المدخلات بتاعته إيه؟ والمخرجات طاقة ضوئية طبعا أقول له إيه طاقة كميائية اللي هو فيه حجر البطارية اللي موجود في المصباح اليدوي ده طبعا فيه طاقة كميائية وطبعا لما بتتفاعل بينتيج لطاقة إيه؟ طاقة ضوئية الجرس اليدوي المدخلات بتاعته طاقة حركة يعني أنت لما بتمسك الجرس وبتحركوه تمام؟ بيصدر إيه؟ طبعا بيديني طاقة إيه؟ طاقة صوتية الأخير التلفاز تلفاز المدخلات بتاعته طاقة إيه؟ طبعا طاقة كهربية بيديني إيه؟ بيديني طاقة صوتية وكمان طاقة إيه؟ ضوئية ننتقل لسرقم بيه أثناء هبوب عصفة رملية تجمعت كمية من الرميل كمية منين كبيرة من الرميل فتكون مظهر سطح جديد وضح ما اسم هذا المظهر السطحي الذي تكون يعني لما الرياح قامت وعصفة شديدة طبعا عصفة رملية تجمعت كمية كبيرة بعد العصفة منتهت في كمية كبيرة من الرميل تجمعت طبعا كمان يتلي مظهر سطح جديد اسمه إيه؟ المظهر ده اسمه الكذبان الرملية بكده حباب قيل قلبي ننتهي من حل الاختبار الرابع صفحة 215 من كتاب